تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 348 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 147 طن مواد غدائية وغير غدائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 26 طن مواد غدائية كما تم ضبط أكثر من 105 أطنان سلع غدائية وغير غدائية في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي لسلع الغدائية تم ضبط ما يقرب من 14 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 440 قضية من بينها 84 قضية خبز ناقص الوزن و120 قضية خبز غير متابق للمواصفات هذا قد تم ضبط 12 قضية بمجال ضبط مخالفة تلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلية بمضبطات بلغت أكثر من 117 طن أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر